الناس يوقف النهاردة في درجة حرارة ستة واربعين على الحدود وإحنا كلنا اللي قاعد هنا قاعد التكييف والجوه حر وجوهنا طب اللي قاعد ده الحدود بيحميني وقاعد مستعد مستعد مش نايم قاعد الصحراء ده ايه اقول له ايه اقول له ايه اسنده بايه بالدعاء والصبر وربنا يحميهم والناصر ان شاء الله ايه جانا اتكلم ايه بقا الحقوا ده عملوا عملوا ايه يا سيدو اللي عملوا ايه ايه اللي عملوه زودوا الكهربا زود الكهربا طب اسأل اخواتنا في ليبيا الكهربا اخوار هي عندهم ولا في السودان يبقى عنده الكهربا بيميت ضعف ويدرجع له بلده ده مش عارفين يدخلوا بلادهم مش معقول فيه قضايا اهم قضايا مهمة قضايا بتاع البلد بتواجه اهم من كل ده اهم من خمسة جنيه واربعة جنيه واتنصر جنيه سيبكم من الكلام اتشاعات الناس سيبكم من الكلام اللي الناس عمالة تقول وتهيج هي الدولة كانت قالت مش هنزود كهربا ما قالت الدولة هو وزير الكهربا ما طلعش قبل كده وقال هزود مش طلع الدكتور شاكر اكتر ما وقاله التوقيتات على فكرة يعني الموضوع مش مش جديد يعني يعني عارفين انه فيه زيادة جاية كلنا عارفين وكل حاجة معروفة اللي جاية هيزيد ولا مش هيزيد كلنا عارفين ولكن فيه ناس لازم انكد عليك لازم ادايقك لازم اعمل لازم اقعد اشتب تشتم في مين يا سيدي والبلد بقولك عندك الاربعة الجهات بتوقعك لانستماتيجية فيها خطر وتكلمنا على اربعة جنيه وسبعة جنيه وتلاتاشر قرش وعندك ابطال بتستشهد رحموا بلدكو شوية طبعا فيه ناس بتقعدوا بتشتمني ومش مهم انا بالنسبالي بقول لانا مقتنع بيه ما يفرش معايا حد بيشتم ولا ولا يفرق معايا على الاطلاق لازم اقول لكم اتصح اهم من ذات الكهربا واهم من المدارس حصل في ايه اهم اهم كتير هو بيشغلك بموضوع تريد خالص عشان يهد لك البلد تيه يهد لك البلد فكر في الحكاية فكر هو بيلعف دماغك ليه على اي حاجة عايز يقومك تاني على اي حاجة في امن قومي امن بلد كل الحاجات دي ممكن تعدي لكن لو حصل لا قدر الله ولا حاجة تاني ترجع ولا حاجة تاني ولا حد فيك يبقى مفكر كيلوهات هيبقى باربعة ساغ ولا بتلاتاشر والمئة تلاتاشر ولا هيبقى عندك اصلا مدارس اه ما نشوف نشوف ان ماشي في مشاكل تتشاف طلبة بيتشافوا انتحانات صعبة تتشاف كل ده على فكرة